بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعود ورحمة للعالمين طلاب الصف الرابع من أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل معكم بدرس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية وهو بعنوان خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بداية يا رابع تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أبيه فتوفي والده وهو في بطن أمه فمن رعاه ومن رباه جده عبد المطلب اهتم به ورعاه وعندما توفي جده عبد المطلب اهتم به ورعاه أمه أبو طالب فأمه أبو طالب في السنة العاشرة للبعثة توفي وسمي هذا العام بعام الحزن وفي نفس هذا العام توفيت زوجته خديجة أم المؤمنين فماذا عمل أهل القريش به آذوه واشتد الأذى عليه لأنه لم يبقى له سند ولم يبقى أحد يدافع عنه ويرد عنه هذا الأذى فقام الرسول عليه الصلاة والسلام بالبحث أم من يسمع دعوته وينصر دينه فإلى أين توجه توجه إلى الطائف هذه المدينة توجد الآن في المملكة العربية السعودية ذهب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بصحبة من؟ بصحبة الصحاب الجليل زيد ابن الحارثة بصحبة الصحاب الجليل زيد ابن الحارثة أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الطائف ذهبوا إلى الطائف والتي تقنطها أي تسكنها قبيلة ثقيف ثقيف هذه القبيلة وهواز كانوا يسكنون أين؟ كانوا يسكنون في الطائف لماذا ذهبوا إلى الطائف يرجونه أحدا أن يستجيب لدعوتهم فترقى النبي عليه الصلاة والسلام زعماء هذه المدينة فقام بدعوتهم إلى الإسلام فماذا كان موقفهم من هذا الإسلام كان موقفهم السخرية والأذى للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن رموه بالحجارة حتى سال دمه وقام بالسخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام وحرضوا السفهاء عليه حتى سالت قدميه الشريفتين من الدماء لكن هل الصحابة الجليز زيد بن حارثة تنحى عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا وإنما جعل يحميه بنفسه ويتلقى الأذى بيديه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسارا معا حتى وصلا إلى ظل شجرة وجلسا في ظل شجرة في بستان وهذا البستان كان لرجل وكان يحرص هذا البستان شخص يدعى عداس بينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن الحارثة هذا البستان قام صاحب هذا البستان بإرسال عنقود من العنب ومعنى العنقود هنا أي قطف من العنب قطفا من العنب قام صاحب البستان بإرساله ماء خادمه ماذا كان يسمى هذا الخادم؟ كان يسمى بعداس كان يسمى بعداس هذا الشخص أخذ عنقودا من العنب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن الحارثة فتناوله للرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ يأكل به الرسول قبل أن يبدأ بالأكل أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حبة عنب ووضعها في فمه قبل أن يضعها ماذا قال؟ قال بسم الله قال بسم الله فتعجب هذا الشخص له عداس ماذا سمع؟ سمع كلمة يقال لها بسم الله فداره بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حوار حوار كبير يعني مناقشه نتيجة هذه المناقشة كانت إسلام عداس رضي الله عنه فكان هذا الشيء هذا الحدث الذي صار دخل الفرح بقلب النبي عليه الصلاة والسلام وسر بذلك وفرح وفرح كثيرا قال الله تعالى مادحا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعود بالله من الشيطان الرجيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه الآية نزلت بالنبي عليه الصلاة والسلام مادحا الله تعالى إياه على قومه بإسلام عداس رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حزينا جدا لكن بإسلام عداس انقلب الحزن فرح يوجد عندكم هنا أدون ما أقوله عندما أبدأ بتناول الطعام أقول بسم الله وذكرنا يا خامس يا عفوا يا رابع إذا تتذكروا أول درس أنكم بداية الفصل الأول كان عنوانه الاستعاذة والبسملة ومع أن البسملة قول الإنسان بسم الله نكتب هنا بسم الله نأتي إلى رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورسله أيضا بالملائكة الملائكة كانت تنزل على النبي وعلى الملائكة على الأنبياء جميعهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه من؟ معه ملك الجبال عندما سخر هذا القوم منه ماذا أرسل الله عز وجل؟ أرسل جبريل ومعه ملك الجبال الملك الحارس على الجبال فسلم عليه وقال يا محمد من هذا؟ جبريل قال لسيدنا محمد هذا ملك الجبال يا محمد ماذا يريد منه؟ يريد أن يطبق عليهم الأخشبين ومعنى الأخشبين يا رابع الجبلين الكبيرين معنى الأخشبين الجبلين عفوا الكبيرين لماذا؟ جزاء لعملهم لأنهم سخروا من النبي واستهزأوا به وأسالوا الدماء من قدميه الشريفين لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك؟ لا ماذا قال؟ قال أرجو أن يخرج من صلب هؤلاء من يعبد الله ويوحده وأن لا يشرك به شيئا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال العقوبة بهؤلاء القوم وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعنى أصلابهم يا رابع هنا نسلهم وذرياتهم معنى أصلابهم أي نسلهم وذرياتهم يعني يرجو أن يخرج من هؤلاء من يوحدون الله ومن يقولونه لا إله إلا الله وحده لا شريك له هاي بالنسبة لدرسنا نأتي إلى أحرص على أن أحرص على أن أولا أصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدعو له أقابل الإساءة بالإحسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أستغفر الله كثيرا هنا نكتب أستغفر الله كثيرا لأل الله عز وجل أن يغفر لنا أعماله نكتب هنا أستغفر الله كثيرا هنا نشاط البيت يا رابع بتركوا لكم شخصي لأنه عندما في عندنا إذاعة نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بسطر قصير جدا نأتي إلى أختبر معلوماتي أختبر معلوماتي أبين سبب توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لماذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يبحث عن من يسمع دعوته وينصر دينه ذهب كي يبحث عن من يسمع دعوته وينصر دينه أيضا ذهابا أو عندما اشتد أدى قريش به ذهب خارجا إلى الطائف أرتب الأرقام عندنا واحد اثنين ثلاث أربعة الأحداث الآتي بحسب حدوثها واحد اسلام عداس رضي الله عنه اثنين ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام للطائف تأييد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بجبريل وملك الجبال عليهم السلام وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهما عنها أفوا هنا نكتب واحد يا خاء رابع دال نكتبها واحد هنا واحد هاي واحد اثنين ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ثلاث اسلام عداس وأربعة تأييد النبي عليه الصلاة والسلام بجبريل وملك الجبال اذكر العبارة التي لفتت نظر عداس رضي الله عنه لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام العبارة هي بسم الله بسم الله السؤال الرابع علامة دل المواقف الآتية عدم قبول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهلك ملك الجبال أهل مكة يدل على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام تلقي زيد رضي الله عنه الحجارة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حب زيد للرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته هيك بنكون كمن ندرسنا إن شاء الله استودعكم لله الذي لا تضيع عنده الوداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته